بسم الله الرحمن الرحيم استكمالاً الواحدة الرابعة درس تسوية الديون طبعاً خدنا حالتين في فيديوهين سابقين حالة أن أنا أجي مبكر عن كل المبالغ اللي كانت عليها وشفنا استخدام القيمة الحالية فيها إزاي؟ بطريقة النمر أو بالطريقة العادية أو أجي متأخر في الحالة التالية في الفيديو التاني أن أنا أستخدم الجملة سواء جملة النمر أو أستخدم جملة كل مبلغ لوحده وأجمع هي هي نفس النتيجة في الآخر. نيكي بقى للحالة رقم ثلاثة اللي هي سداد الديون بدين واحد بس جوة التواريخ. يستحق خلال التواريخ استحقق الديون القديمة. يعني مش بدري ولا متأخر. ده في النص. يعني فيه ناس هتبقى بدري وناس هتبقى متأخر. ساعتها هروح عامل جملة المبالغ اللي حقا زائد قيمة حالية المبالغ السابقة. يعني المتأخر أدي له جملة والبدري أدي له قيمة حالية واجمع. أو أستخدم قاعدة العامة لتسوية الديون اللي اتنين هتدوني نفس الناتج يا دكتور أه اللي اتنين هتدوني نفس الناتج الرياضة لمحل طريقة أخرى يديني نفس الناتج لازم طيب نطبق على مثال على طول عشان نفهم القصة ماشي في واحد واحد الفين وعشرة شركة النور مدينة بالمبالغ القتائم. عشرين ألف بعد أربع شهور. تلاتين ألف بعد خمس شهور. خمسين ألف بعد ثمان شهور أرادت الشركة استبدالها زيد ديون كلها بدين واحد يستحق يوم واحد سبعة. خلي بالك. طيب اوجد قيمة هذا الدين إذا كان معدل الفايدة البسيطة بتاعي تسعة في المئة. طيب أنا واحد واحد بعد أربع شهور تقريبا يعني هيبقى واحد إيه؟ واحد خلس اتنين خلس ثلاثة خلس. يبقى أربعة خلس يعني واحد خمسة. بعد خمس شهور يبقى واحد إيه؟ واحد ستة بعد ثمان شهور يبقى واحد إيه؟ واحد تسعة تمام؟ لأن شهر تمانية هيبقى خلس هو الراجل ده جي يوم واحد سبعة يعني هنا هنا. ده القديم ده ده المفروض كنت هروح هنا وهروح هنا وهروح هنا. جيت أنا يوم واحد سبعة يعني هنا في النص الله ده المبلغين دول كده متأخرين والمبلغ ده بدري. يبقى أنا هحسب جملة مبلغين وقيمة حالية المبلغ واحد. المتأخر أدي له جملة والبدل لان الواحد سبعة دي بعد ده بعد يعني لاحق والواحد سبعة قبل دي يبقى سابق يبقى اللاحق اديله اللاحق اللي هو بعد اديله جملة والسابق اديله قيمة حالية لان انا جيت له مبكر تعال نشوف طريقة الحال الطريقة الاولى انا عندي طريقتين هنا لنحل في المثال ده ان انا اجيب ايه جملة الدين الاول انا كنت بص يا جماعي ده الان بالنسبة لي خلاص المفروض يوم واحد خمسة واحد ستة واحد تسعة هسدد المبلغ دي المبلغ اللي اسهمها الفوق دي اللي ما ديون بيها انا دلوقت حاليا جيت يوم واحد سبعة في نص بعد واحد ستة بشهر كده قلت انا هسدد التلاتة ده هيتسدد هنا وده هيتسدد هنا وده هيتسدد هنا وده هيتسدد هنا واضح كده ان الاتنين دول متأخر كنت جايلك بقى يوم واحد خمسة جيت لك واحد سبعة يبقى اتأخرت عليك وده كنت جايلك واحد تسعة جتلك واحد سبعة وده مبكر يبقى هحسب جملة الدين ده طب جتلك متأخر قد ايه كنت جايلك واحد خمسة جتلك واحد سبعة ده متأخر شهرين كنت جايلك واحد ستة جتلك واحد سبعة متأخرت شهر كنت جايلك واحد تسعة جتلك واحد سبعة يبقى جتلك بدري شهرين يبقى انا كده حطيت المدة دي الجديدة يبقى احسب جملة انا كتبها لك بقى بالتفصيل جملة الدين الاول لمدة شهرين تأخير شهرين جملة الدين التانية لمدة شهر تأخير شهر قيمة حالية للدين التالت لمدة شهرين زي ما انا كتبتلك فوق الرسمة كده طيب هجيب الجملة لوحدها اللي فاكر انت لو كنت لسه الفيديو اللي فات كنت بقولك S بالسوي A في 1 زائد I في N ده ترجمة القانون اللي انا كتبه بالعربي ده دي الجملة وقيمة الحالية اللي هي A بالسوي S في 1 ناقص I في N خلي بالك ده زائد وده ناقص زائد بيزود والناقص بيناقص عشان خاص طيب يبقى ديني الجديد هحسب جملة اول مبلغين وزائد القيمة حالية للمبلغ التالت يبقى اطبق القانون ده على اول مبلغين والقانون ده على المبلغ التالت اول مبلغين وكتب طبعا هنا المدد الايه خلي بالك كل المبالغ بالمدد الجديدة حسب ما اتأخرت او جيت بادري يبقى 20 ألف اطبق القانون ده 20 ألف في 1 زائد المعدل 2 جتلك متأخر شهرين 30 ألف جيت لك متأخر شهر 50 ألف جيت لك بدري شهري عشان كده طرحت في القيمة الحالية أحسب يبقى جبت المبلغ ده الوحده ده الوحده ده الوحده يبقى دي المبلغ اللي المفروض أدفعه في الآخر 99.775 دي طريقة أولى طب في طريقة تانية أو في طريقة تانية أنا طبعا بفضل الطريقة دي لأنني بجيب كل مبلغ لوحده سواء بجملته أو بقيمته الحالية إما الطريقة التانية إن أنا أتطبق القاعدة العامة ظريفة القاعدة العامة دي اسمها قيمة حالية للديون القديمة مليش دعوا بقى مين اتأخروا مين جيب بدري هطبق قيمة حالية على كله كويس إزاي تعالى نشوف كده الرسمة دي أنا حضرتك هسدد هنا هعتبر الآن ده أنا هسدد كله ده فرض فرض كده أفترض يعني أني هسدد كله الآن القديم والجديد طيب تعالى هيبقى نشوف كده القيمة حالية للديون القديمة هتبقى بنفس المدد يعني حالك لو رجعت كده للمدد بتاعت أول المسألة هتلاقي بعد 4 شهور 5 شهور 8 شهور فلما أجأ ألجأ للطريقة التانية أحسب النمر بنفس مدام هستخدم القاعدة العامة مش هغير بص في القاعدة العامة اللي هي الأديم القيمة حالية طبعا قيمة حالية للأديم تسوي قيمة حالية للجديد أخذ نفس المدد ليه؟ لأن يبعتبر أننا راجع عند الآن كل المبالغ يبقى القديم 20 ألف بعد 4 شهور يبقى أضرب 20 في 4 30 في 5 بنفس المدد هي هي ما تغيرتش وأجيب القيمة حالية بالقانون بتاعنا الزريف ده اللي هو إس كويس كده ناقص اللي هي القيمة حالية طبعا بطريقة اللي هي بطريقة النمر اللي هي إيه؟ قيمة حالية للدين القديمة بالنمر اللي هي إس اللي هي مجموع الإس دي اللي هي المئة ألف ناقص المعدل على 12 في مجموع النمر اللي أنا جبته هنا دي قيمة حالية للدين القديمة طيب يبقى بجيب القديمة على المدد القديمة طب قيمة حالية للدين الجديد إمتى؟ قيمة حالية للدين الجديد بعد 6 شهور من الآن بص الرسمة دي دلوقتي حضرتك قد الدين الجديد ده هو هو المفروض يوم 1-7 ده كان 1-1 من 1-7 لو رجعت الـ 1-1 يبقى المدة دي تقريبا كام 6 شهور يبقى هحسب الدين الجديد ببرضو بقانون القيمة الحالية اللي هو X اللي هو A في 1 ناقص المعدل في الـ N على 12 طب الـ N هنا بكام أنا هاعتبر المبلغ ده هيبقى بدري 6 شهور لاني بحسب كل المدة على الـ N سواء القديمة أو الجديد يعني التلات مبلغ القديمة حسبتها على الـ N والمبلغ الجديد اللي هو كنت عامل السهم بتاعه التحت هحسبه على الـ N فده خط الـ 4 شهور عادي والـ 5 عادي والـ 8 عادي وده كان يوم 1-1 وده يوم 1-7 الفرق بينهم كام 6 شهور يبقى انا هرجع 6 شهور للـ N عشان كده انا حطيت هنا 6 بس انا مش عارف انا هدفع كام فسميت المبلغ او الـ S بتاع او القيمة اللي يعني بتاعته اللي هي الـ S سمتها X خلاص يبقى كام حالية الدين الجديد بتسوي علامة 9-5-5 X طب القاعدة العامة بتقول لي ايه الدين القديمة تسوي الدين الجديدة اسوي الدين القديم اللي انا جبته عادي بمدة ده بالدين الجديد بصها تحليني المعادلة في ثانية واحدة يبقى الدين ده كده الجديد يسوي القديم الجديد فيه مجهول المجهول اسمه X أقسم اللي بره ده على اللي مع المجهول الديني X اللي هي القيمة الحالية للدين الجديد وهي تقريبا نفس الحالة طبعا فروق بسيطة على تسكر لما ترجع للتقريبات بس تمام كده يبقى دي الحالة رقم 3 ان شاء الله نتقابل الفيديو الجاي في الحالة رقم 4 اللي هي سدادة ديون القديمة بعدة ديون تستحق خلال توريخ الاستحقاق وبرضه هنستخدم ساعتها القاعدة العامة لما لاقي نفسها تلغبط مش عارف أحسن مين متأخر ومين بدري؟ أستخدم القاعدة العامة على طول والقاعدة العامة يبقى هستخدم القيمة الحالية بس ل S في 1 ناقص I في N وان شاء الله نتقابل في الفيديوهات الجاية نشوف هذه الحالة ترجمة نانسي قنقابل في الفيديوهات الجاية